أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة حرق نسخة ويندوز 11 بحيث أنه تكون قابلة للتثبيت على أي جهاز كمبيوتر Core i3 من الجيل الأول, Core i5 من الجيل الثالث, ما عندك أي مشكلة لحنا مثل ما بنعرف أنه ويندوز 11 ما بينزل إلا على الأجهزة ذات الجيل 8 وصعودا هلا بهذه الطريقة البسيطة جدا رح نتعرف على طريقة حرق نسخة الويندوز 11 بطريقة بسيطة على فلاشة بحيث أنه تتنزل معنا على أي جهاز كمبيوتر بدون ما يطلع لي موضوع التحقق من مواصفات الجهاز أثناء التثبيت خليكم معنا وأكيد شباب قبل ما بلش الفيديو عطوني لايك لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية مثل ما بنعرف شباب أنه نسخة الويندوز 11 ما بتنزل على أي جهاز كمبيوتر لازم يكون جهاز الكمبيوتر حديث من الجيل 8 وصعودا لازم يكون فيه بعض المميزات بالبيوس مثل الـ TBM والـ Security Boot والويندوز 11 بطبيعته أثناء التثبيت بيحاول يقرأ هدول المميزات بقلب البيوس إذا ما كانوا موجودين بيقلك هذا الجهاز لا يستطيع تثبيت ويندوز 11 أو غير صالح لتثبيت ويندوز 11 في بعض الناس دخلوا على الآيزو الخاصة بويندوز 11 وصاروا يلعبوا ببعض ملفات التثبيت وغيروا بعض الملفات وشي أخدوا من الويندوز 10 وزرعوا بقلب الويندوز 11 لتظبط معهم هاي الأمور لحنا بهذا الفيديو في عنا طريقة بسيطة جدا دون العبث بالآيزو والآيزو رح تكون الأورجينال من موقع المايكروسوفت الطريقة على الشكل التالي كل ما عليك صديقي إنك تفتح محرك البحث جوجل وتكتب بقلبه الـ RUFUS أو الروفوس وتنتقل لأول نتيجة البحث هذا الموقع خاص بالأداة المتخصصة بحرق نسخ الويندوز على الفلاشة بشكل عام بنزل لتحت وبعمل داونلود لهي الأداة اللي عندي على جهاز الكمبيوتر بعد ما نزلت الأداة عندي على جهاز الكمبيوتر بشغلها وبتأكد أني واضع فلاشة بمنفذ الـ USB من هذا المكان بختار نسخة الآيزو اللي عندي إياها أو ملف الآيزو الخاص بالويندوز بعد ما اخترت ملف الآيزو بنتقل عند مخطط التقسيم اللي فيه الـ MBR والجي بي تي شو الفرق بيناتهم MBR إذا كانت اللوحة تبعك ما بتدعم الـ UEFI GPT إذا كانت اللوحة بتدعم نظام الـ UEFI بمعنى آخر إذا كان الجهاز من قبل الجيل الثاني يعني جيل تاني جيل أول كورتو ديو دول كور غالبا بدك تحطها MBR أما إذا كان من الجيل الثالث وصعودا غالبا أو أغلب اللوحات من الجيل الثالث الرابع بتدعم نظام الـ UEFI باقي الخيارات ما بعدل فيها شيء وبتركها مثل ما هي بقل له ابدأ بالحرق طبعا ما ننسى إنه إحنا واضعين فلاشة بجهاز الكمبيوتر وهون الزبدة يا شباب منلاحظ إنه برنامج الرافوس الحديث نزل بعض الخيارات بحيث إني إلغي نظام التعرف على السيكوريتي بوت والتي بي إيم بحط إشارة صح بهذا المكان باقي الخيارات ما عندك مشكلة حابب تفعلهن حابب ما تفعلهن ما عندك أي مشكلة هنين عبارة عن الاسم أو يختار المنطقة الزمنية وما إلى هونالك أنا اللي بهمني إنه يتجاوز قراءة السيكوريتي بوت والتي بي إيم وبقله موافق وبمجرد الضغط على عبارة موافق رح يبدأ بحرق الفلاشة مباشرة ويجهز عليها ويندوز 11 قابل للتثبيت على أي جهاز كمبيوتر أو أي لابتوب شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية